الله لا يجعلنا منها لكن يبدو يهيئ حال الواحي الله قال يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا ما تقولوا الله النار بس للكافرين الله قال في سورة فاطر وهم يصطرخون فيها وين؟ في النار وهم يصطرخون فيها عبئولوا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فبيجيهم الجواب أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر لكن والله عيشناكم عيشة طويلة ممكن تذكروا فيها هذا اللقاء وهذا المصير أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير كما مو بسيقبعتلكم نذير يقولوا أن سيدنا يعقوب أتاه ملك الموت فقال له سيدنا يعقوب قال يا ملك الموت جئتني زائرا أم قابضا قال جئتك زائرا النبي جائل عنده ملك فقال فبالله عليك إن أردت أن تأتيني قابضا فأرسل بين يديك رسولا بعد في هيك شيء رسول يخبرني حتى أتجهز للقاء ربي يعني ضبط أموري أكتر وأكتر وهو نبي الله إسرائيل يعقوب بعد فترة يجي ملك الموت فقال يا ملك الموت جئتني زائرا أم قابضا قال يا ملك الموت والله قابضا خلاص اتهت أيامك قال أين العهد الذي بيني وبينك أنت وعتني أنه تبعتي رسول قال أرسلت لك رسولا رسولا شو هني ما وصلني شيء قال أرسلت لك شيبا في شعرك يعني شاب شعره هلأ شو معنة معنة أنت دير بالا شيبا في شعرك والحناء في ظهرك وضعفا في بصرك هذه كلها إشارات إنه شو إنه أرّب الموت لذلك الله قال وجاءكم النذير شو النذير قال الإمام القرطبي رحمه الله في التفسير النذير هو القرآن قرآن عبي نذرك بلقاء الله آخر آية في القرآن شو هي آخر آية نزلت على قلب النبي عليه الصلاة والسلام واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ديروا بالكم من هذا اليوم هذا آخر آية في القرآن الكريم القرآن نذير ورسول الله صلى الله عليه وسلم نذير بشيرا ونذيرا والنذير هو الشيب اللي بيطلع برأسها في ناس يا حرام اشتعل الرأس الشيبا إذا طلعت أول كم شعر اتجهز ركز أمورك بيض الفال وإذا اشتعل الرأس الشيبا يا أبو أحمد معناتها دير بالك الشيب النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر مرة فقال صلى الله عليه وسلم إن الله ليستحي أن يعذب ذا الشيبة المسلم ثم بكى عابي يقول أن الله بيستحي من المسلم الذي شاب أن يعذبه الله قالوا ما يبكيك يا رسول الله قال أبكي لأن الله يستحي أن يعذب عبده ذا الشيبة المسلم وذا الشيبة المسلم لا يستحي أن يعصي الله لكن الله بيستحي عذبك الله ما يبني عذبك أنت شبت في الإسلام بس أنت يعني التزي بط لسانك بط عينك بط مالك ودخلك جوارحك دير بالك أنت الآن صرت في مرحلة الشيبة هذا نذير أرسله الله لك حتى تتهيأ للقاء الله قال وَالنَّذِيرُ سِنُّ الْأَرْبَعِينَ إذا واحد بلغ الأربعين سنة هذا سن الأشد حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة هذا سن التمام والنضج لأنه بعد منه شو بيثير الإنحدار هيك طالع للأربعين وبعد بدك تنزل ما بك أبناء عشرين عشرة خمسطعش النبي عليه الصلاة والسلام توفي بالثالثة والستين وبأيامنا واحد وستين لأنه في عنا سنتين هجريات هدولة زيادة على الميلادي واحد وستين أبو بكر واحد وستين عمر كمان واحد وستين سنة يعني ما مطولة بعد الأربعين يا أنا أبي عاش تمانين وجدي عليه رحماته الله عاش تسعين تقدير بالك ما منعرف من أبلغ الأربعين ولا ما مبلغ قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة شو لازم يساوي قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبتو إليك حاجة حاجة لأربعين سنة بلغ أربعين سنة خلاص هذه بدك تزود قال من بلغ أربعين سنة دخل في أسواق الأخير ما منعرف أنت بنادوا عليه من بلغ الأربعين ورد في الأثار بعض الأحاديث من بلغ الأربعين ولم تغلب حسناته على سيئاته فليتجهز إلى النار وفي رواية فليتبوى مقعده من النار شو يعني يعني هلأ أنت بلغت مبلغ الرجال بالخمسطعش للأربعين كم سنة دون خمسة وعشرين سنة مضى عليه خمسة وعشرين سنة والحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة وسيئاتك أكثر ما بدأ أربعين سنة وحسناتك أقل من سيئاتك روح اجتهد روح لحي حالك لذلك يا أخوانا الأربعين سن النذير لدير باله الواحد وما يعرف الواحد يبلغ الأربعين ياما الشباب يروحوا أصغر من ذلك بكثير شاحهم بارك رنعب التعزي عند أخ 22 سنة لا يوجد شيء توفي رحمة الله علي لذلك يا أخوانا بده الإنسان يجهز حاله